طبعا مسيرة نعرف أنه حافلة بالأفليم القصيرة ولكن هذا فيلمك الرواقي الطويل الأول يام فيه أشياء ممنوعة ينحكى عنا مشان هيك ما بيقدروا يحصلوا المخرجين على تمويل من المؤسسات العربية فيه طبعا مواضيع لازالت تعتبر محرمات إذا هلأ منعددها ممكن حلقة ما تنبذ مثلا مرحبا حلقة بودكاست جديدة من سينما سينما وهلأ مع بداية الصيف ومهرجين عمان السينما الدولي أول فيلم بالدورة الخامسة بلش بحضور مخرجين وممثلين وصلنا على سينما ومنتجين ونعرف ماري تيريز مهرجين عمان عودنا على اختيارات ونوعا ما المختلفة في خاصة الافتتاح وفي اختيار نوعا ما الضيوف اللي يكونوا موجودين في المهرجين وعندوا حاجة معينة اللي هي يختار فيها ديما ضيف شرف يكون من السينمايين المحنكين هكا قسم كامل مخصص لهالشي هذا وديما فما ضيف شرف مهم جدا في مهرجين عمان على كل عنا الإسم بالنسبة إلى هالعام اللي هو أكيد أصغر فرها دي اللي كان ضيف شرف الافتتاح وموجود في المهرجين في تباعة الحال في قسم كما قلنا سميته ونقبيله الأول والأحدث هكا؟ نظبط وكمان بقسم الأول والأحدث هو البرنامج يلي بيسلط الضوء على صانعي الأفلام مثل ما قال أمين المحنكين وكمان هناك أقسام عديدة وهالمهرجين يلي يعرف بمهرجين مشاركة أول فيلم للمخرج بيكون من الأفلام يلي كتير نحكي عنه هذا العام وكتير شفناه بمهرجينات وصار برصيده عدد كبير من الجويز فيلم إن شاء الله ولد للمخرج الأردني أمجد الرشيد حلو واحد ينعرض فيلمه بمهرجين داخل بلده والفيلم القاسة حسين كبير في المهرجينات العالمية الفيلم مثل الأردن في جايزة الأوسكار وشارك فيه كما قلنا في مهرجينات كلها عالمية الكل تقريبا وحصد عدد كبير من الجويز المرة الأولى كان عرض فيه مهرجين البحر الأحمر وأيضا طبعا فيه تقريبا مختلف المهرجينات طبعا مخرج مختلف المهرجينات العربية والعالمية على كل نحن أمجد معنا أمجد معنا ببودكاستين وقتش عرضه أول مرة وين وكيفش والنجاحات والفيلم هذا قدش وصده خاصة خفية وكواليس فيلم وخاصة رؤيته لها الفيلم وعدة أمور في هالموضوع هذي نحن فرحانين برشاليت معنا يا أمجد مرحبا بيك طبعا مخرج أردن يا أمجد راشيد مرحبا بيك أخوي أهلا 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 بكم وشكرا على الاستضافة شكرا نورتنا في بودكاست سينما سينما نبدأ للحديث قبل ما ندخل في أمور سينماية معمقة هات نبدأ للحديث عن هالفيلم هذا ورحلة الفيلم هذا في أكثر من مهرجين حصوله على عدد من الجويز طبعا كما أبرزهم مسابقة أسبوع النقاط في مهرجين كان تمثيل الأردن أيضا في الأوسكار وهذا في حد ذاته الإنجاز الأكبر لهالفيلم خصوصا وأنه نحن ما نحكيه على فيلم عادي مش نحكيه على طبعا مسيرة نعرف أنه حافلة بالأفليم القصيرة ولكن هذا فيلمك الروائي الطويل الأول يا أمجد ويعطيك صحة على الفيلم نعم شكرا شكرا فعلا هي تجربة كانت مميزة جدا خصوصا أنه انطلاق الفيلم كانت بمهرجان كان يعني الفعالية الأهم حول العالم للأفلام وهذا صلى الضوء كبير على الفيلم خلّى سمعة الفيلم وصيّة الفيلم يوصل لأماكن أكبر حلوه برشا وهذا مهم جدا هذا يحملك مسؤولية أمجد أنه فيلمك الطويل الأول يبلش من هون يعني ما فيك ترجع تعمل فيلم تاني ما يبلش بيكان وما يحمل جويس شوفي أقولك بصراحة هي بالبداية يعني كنت حاسس بالضغط كبير يعني خصوصا أنه بعد كان بردو راح على مهرجانات مهمة مثل تيف مثل كارلو فيفاري ايف آي وافتتحنا بمهرجان البحر الأحمر بالسعودية للعالم العربي نعم فالصراحة كان فيه شعور كتير خوف وضغط لكن هلأ أنا عم برجع بفكر بحاول أني أفصل حالي من هذا الخوف وما أفكر فيه كتير يعني بالآخر أنا لما عملت إن شاء الله ولد ما كنت عم بفكر بأي مهرجان بدي روح أو أي جائزة راح يحصد كنت عم بفكر أني بدي أعمل فيلم وقصة بالبداية أنا حاببها قصة بقدر أطرح فيها الأسئلة اللي أنا جعبها لأطرحها وفيلم يوصل للناس والناس تقدر ترتبط فيه وترتبط في شخصياته في القصة فهلأ عم برجع حالي لهذه المنطقة المشروع الجديد اللي عم بكتبه وعم بفكر فيه إن شاء الله أنه يكون ناجح لكن بالبداية هو لازم إشي يكون أنا حاسه ومرتبط فيه طيب أنت حكيت حاجة حكيت نقطة مهمة برشا أمجد أنه تقول الفيلم هذا حاسيت وأنه حاتيت فيه عدة أمور ربما عاشتها ربما كانت قريبة منك خاصة أنه ديما تقول فيه أكثر من مرة أنه قريب برشا من قلبك هذا الفيلم وأعملت عليه لفترة طويلة وطويلة جدا هيد خليني ندخل معاك في تفاصيل الفيلم مثل الموضوع وقصته في حد ذاتها قصة نحبه أو نكره نعرفه في مجتمعاتنا معناها ستجد نقد أكيد لأنه توظيف الدين أحيانا في بعض الأمور المتعلقة بالأمور المجتمعية دائما ما يخلق جدل هيد خنفهم من خلال أمجد بما أنه أنت موجود إن شاء الله ولد هالفيلم هذية والقصة هذيك تحديدا كيف وصلت إلى هذه القصة أو رؤيتك لهذا الموضوع وعليش بالضبط اخترت هذا الموضوع نعرف أنه يمكن مؤثر فيك شخصيا أو أنه لاحظته في حاجة قريبة منك مجتمع لأنه موجود تقريبا في مجتمعاتنا كل ولكن لماذا اخترت التوظيف بهذا الطريقة هذه خاصة وأنه فيلمك الرواية الأول الحمد لله أخذ الجواب ولكن في الحالات الكل قد يكون محل انتقادات أنه أول فيلم رواي يكون فيه هالموضوع ليخلق جدل كبير خاصة في مجتمعاتنا العربية في الواقع هي القصة مستوحة من إحدى قريباتي اللي كانت تقريبا في نفس الحالة اللي انوضعت فيها الشخصية الرئيسية نوال بالفيلم فلما شفت هذا الموقف حدث أمامي كثير من الأسئلة انطرحت في داخلي وعادة أفكر وبالعادة أنا أستوحي أو أتأكد أنه هذه الفكرة اللي أنا بدي أطورها وأبحث فيها وأحولها لقصة دائما لازم أجد سؤال فيها والسؤال عادة ما يبدأ بماذا لو فأنا في لما حدث الموقف أمامي فكرت أنه ماذا لو أنه هاي السيدة تقول لا لكل القوانين والعدات والتقاليد المجتمعية هل باستطاعت امرأة أنها تقول لا للمجتمع بأكمله وما هي خياراتها ومن هنا إجت فكرة الفيلم ثم بدأنا بالبحث عن حالات مشابهة ووجدت أنه في كثير حالات مشابهة بمجتمعنا الأردني والعربي لكن مضبوط أنه إحنا عم نحكي عن قوانين محددة عندنا بالأردن أو بالوطن العربي لكنه فيه نوعا ما فيه انعكاسات لوضع المرأة في العالم ككل يعني إحنا لما عرضنا الفيلم بالغرب بأوروبا أو بأمريكا وبتعرف بالعروض بيكون في الأسئلة والأجوبة فبتلتقي بالجمهور فعادة ما بيكون الجمهور وخصوصا النساء بين الجمهور بيقدروا يرتبطوا مع القصة بطريقة كبيرة وهذا إذا بدل بدل على أنه هو فعليا إحنا مش مشكلتنا مشكلة دين إحنا مشكلة مجتمعات ومشكلة نظرة المجتمع ككل حول العالم للمرأة تبقى مشت عم بتقول أنه خلال رحلتك لتطوير الفيلم وكتابة الفيلم التقات بعدة شخصيات وكمان رحلة كانت طويلة كمان لإنتاج الفيلم ولصناعة الفيلم خلال هالرحلة كان فيه تغير بالأفكار كان فيه دايما عم بتضيف قصص جديدة واكتشفت إشياء ما كنت عارف أنه ممكن تحطها بالفيلم طبعا طبعا مية بالمية هلأ الفكرة الرئيسية لم تتغير أبدا يعني هو قصة هاي السيدة اللي بتجد حالها في موقف أنه هي لازم تدافع عن حقها في بيتها وتربية بنتها في مجتمع بطلب منها أنه يكون عندها مولود دكر حتى تتغير قوانينه فهذا هو اللوغ لاين زي ما منقول أو المقتصر القصة نعم الحبكة الأساسية فهي ما تغيرت لكن خلال مرحلة التطوير وخصوصا لأنه إحنا الفيلم كتبته أنا مع منتجة الفيلم رولان ناصر ومع كاتبة فرنسية نضمت إلينا في المراحل الأخيرة دلفين أقود كان أهدفنا وهدفي الرئيسي أنه نطلع قصة واقعية فيلم واقعي يمس الواقع ويكون أقرب للحقيقة فمن غير بحث وبحث مطول وكتابة وإعادة كتابة كان صعب أنه نوصل للواقعية اللي أنا كنت بسعى إلها فتطلب هذا الحكي أنه شغل كتير وزي ما قلت بحثي كتير ومن خلال هذا البحث كشف لي مواضيع يمكن أنا ما كنت بعرفها أو رولا ما كانت سامعة فيها وكنا دائماً هاي الموضعين نحاول أنه ندخلها على القصة بطريقة تناسب القصة وتخدم القصة كان هذا أهم إشي فطبعاً عملية الكتابة هي عملية اكتشاف اكتشاف الشخصيات اكتشاف خط الشخصيات اكتشاف كيف ممكن هاي الشخصيات تتفاعل مع مواقف معينة لو كانت موجودة فيها وهذا في حد ذاته مميز جداً طيب بما أنه حكينا على هالفكرة وقبيلة قلت أنه كيف كيف المشروع الجاي ربما ما مستوحى من حاجة سؤال عن المشروع الجاي هكا قصير في وسط سؤال كبير السؤال هو هل أنه قد تكون هند صبري فيها أو لي لأنه حسب الأفلام القصيرة اللي عملتها الكل أمجد أخرها الببغاء كانوا تقريباً كل فيهم هند صبري خلنا عرفوا شنية هالسر عليش هند صبري موجودة في الكل وهل يمكن أن تكون موجودة في عمل جديد ربما وفي المطويل أكيد بالبداية أنا تشرفت بالشغل مع الفنانة هند صبري في الواقع هي من الناس الواحد لما بيشتغل معهم بيتعلم وهذا كانت فرصة كبيرة إلي بالفيلم القصير الببغاء أنه أشتغل مع هالموهب اللي ممكن تكون من أهم المواهب الموجودة حالياً في عالمنا العربي وحتى في العالم بتمنى أنه أرجع أشتغل معها لكن للأسف أظن الفيلم اللي جاي هو فيلم أردني بحث يعني رح يكون تحكي أردني تحكي أظن تحكي والله ممكن بنا نسألها بنا نسألها نسألها عليش ليه طب أمجد الببغاء وفيلمك الطويل الأول كلها قصص من الواقع الاجتماعي الأردني العربي الواقع 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 الديب الديب الواقع ونظرة رجل للأمور النسائية والمواضيع الاجتماعية يلي هي يمكن تستفز الرجل أيضاً هل اليوم أنت بتلاقي أنه المواضيع بالسينما الأردنية نقصة أكتر يعني اليوم عم نشوف مخرجين شباب عم بيصوروا أمور جديدة بالسينما الأردنية ما كنا بنشوفها بالسنوات السابقة فكيف اليوم بتلاقي أنه الصورة اللي عم بتتقدم بالسينما الأردنية خصوصاً إن كن شباب عم بتصوروا الواقع الأردنية اللي عم بيخلينا نفوت داخل خفايا الأردن ما كنا نشوفها بالسنوات الماضية من عشر سنين لورا يعني أنا فخور جداً في الحركة السينمائية الأردنية اللي عم بتصير لنا هون أول إشي السينما الأردنية سينما فتية بلشت تقريباً من عشرين سنة مع تأسيس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام كلنا كجيل احنا تعلمنا مع بعض وطلنا مع بعض ونتيجة شغل عشرين سنة هلأ عم من بلش نشوف النتيجة تبعتها تقريباً المواضيع اللي عم تنطرح بالسينما الأردنية مواضيع جادة جداً ومهمة جداً وزي ما أنت قلت هي مواضيع يمكن خفاية أو ممكن ما أعرف إذا بقدر أسميها خفاية لأنه هي مواضيع يمكن مش خفية قد ما هي مواضيع تعودنا عليها صار فيه نوع من التطبيع مع هذه القوانين أو وضع العدات والتقاليد اللي ممكن تحد من حريات معينة أو من أسلوب حياة معين ف تصليط الضوء عليها صار شكلك كأنه إحنا عم نفتح أسرار وهو في الواقع مش سر هو إشي موجود وكل الناس بتعرفه لكن للأسف يمكن لأنه برضو ما في زخم في الإنتاج الأردني وإنتاج السينما الأردني تحديدا الناس لسه مش متعودة كتير تشاهد حالها الناس مش متعودة تقف أمام المرأة خصوصا لو كانت هاي المرأة شوية بشعة فدائما هناك بتلاقي أنه في جهة معينة ممكن تلاقي أنه مش عم نقدم صورة بلدنا بأفضل صورة وهذا مش هدف السينما هدف السينما هو طرح أفكار طرح أسئلة وفتح حوار عن مواضيع معينة بس بشكل عام أنا بحس أنه يمكن إحنا خطواتنا صغيرة لكن ثابتة ورح نتقدم يعني النقاط اللي ذكرتها كل مهمة جدا أمجت خاصة وأنه نحن نحكيه اليوم عن السينما بشكل عام والسينما في الأردن أو الحركة الشبابية السينماية حتى في كل عالمنا العربي لو نتوسعوا شوية ونخرجوا من الأردن بش نحكيه على كل الشباب في العالم العربي اليوم عندهم هالطابع الاجتماعي تقريبا في كل أفلامهم هو القصص الاجتماعية اللي قريبة جدا من واقعنا وين يقع اللوم على المخرجين هذو وما وقت اللي يجي عدد من النقاط في نقطة ذكرتها أنت مهمة جدا يقول لك هذا ما يعطيش صورة حلوة على بلادنا هوني السؤال يبقى عليش فما نقد دائما يكون نقد مهوش يعني مهوش نقد إيجابي اجتماعي طاغي جدا ويعبر فعليا عن واقع نحن نعيش ووه موجود في حولنا في أحياننا في عائلتنا الكل عليش دائما فما نقد سلبي خليني نقول له الموضوع هذا تحديد في الواقع أنا هذا سؤال دائما بسأله يعني بس جوابي لإله لما فكرت فيه هو بحكي لك أنه دائما إحنا كمجتمعات عربية إحنا من خاف نواجه مشاكلنا ومنفضل أنه إحنا ما نحكي فيها لأنه بتعرف حكي الناس وش دوم يقولوا عننا الناس فهذا صار الأتيتود العام أو الصفة السمة العامة للمجتمعات في الوطن العربي لكن زي ما أنت قلت يعني أنا من خلال رحلتي هاي السنة مع فيلم إن شاء الله ولد والسنة الماضية من خلال المهرجانات شفت الأفلام العربية الموجودة وهي كلها أفلام قوية وأفلام ممتازة وأفلام تناقش قضايا مهمة جدا في مجتمعاتنا فإحنا كجيل بتهيألي مش 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 عم بيسمع كتير للنقد الغير بناء عم بيحاول يطرح قضايا بتهمه بالآخر أنا دائما بسأل سؤال إذا إحنا ما طرحنا القضايا مين مفروض يطرحها وإذا جينا حكينا الغرب بدهم يطرحوا قضايا تماما ما رح يطرحوها بطريقة بتناسبنا فالأفضل إنه إحنا نكون السباقين في طرح قضايا ومنقشتها طرح أسئلة تحاول أن تحل هاي القضايا غير هيك رح نضلنا مكانك سير تبقى مجد مش العام الماضي اللي قبله لتأينا بمراكش كنت مشارك بورشة الأطلس وهي هالورشة يلي بتساعد على تمويل الأفلام السينمائية وكلنا منعرف الصعوبات يلي بتعانوا منا كمخرجين شباب بالعالم العربي لتمويل الأفلام الشيء المنيح إنه فيه ورشة الأطلس فيه مؤسسة الدوحة للأفلام بتساعد الأفلام في البحر الأحمر في عدة ورشات بالعالم العربي لكن منا كافية أدي برأيك اليوم هالفيلم يلي أنت عم تعمله يلي عملته رح يكون مثل باسبار لأنك تقدر تمويل فيلمك التاني لأنه خلاص أخذ جوايز صار عنده نسئة إنه أمجد مخرج شاطر وأدي فيه إشكالية كمان لكتابة النص وتطوير السيناريو بالعالم العربي في الواقع هلأ مع المهرجانات الموجودة في العالم العربي في عنا مهرجان عمان للأفلام كمير إنتسيلا إلى أن مهرجان عمان بدعم الدوحة طبعا بدعم والهيئة الملكية الأردنية للأفلام عنا هنا بتعمل واركشوب لتطوير وتحضير السيناريو من أبرزها اللي هي راوي راوي هو مكان لتطوير الأفلام بيجيبوا مختصين في كتابة السيناريو بتساعد الكاتب أو المخرج أنه يطور الفكرة والسيناريو أنا بوجهة نظري أنه طبعا يفضل يكون فيه أكتر من جهة داعمة لكن بتهيألي برضو أنه الأفورت اللي عم بينحط من خلال المهرجانات العربية هو أفورت كبير يعني ساعدنا إحنا كثير شخصيا بفيلم إن شاء الله ولد أنا فخور جدا أنه هو إنتاج أردني سعودي قطري مصري بمشاركة مع فرنسا سواء الفيلم 90% عربي وهذا يجعلني لسا فخور في الفيلم أكتر بالنسبة للفيلم اللي جاي إن شاء الله إنه يكون مرحلة التمويل أقصر وأقل صعوبة بيتهياء لأنه إن شاء الله مش عم بحط توقعات أهم إشي هلأ عندي إنه أنا يكون عندي القصة اللي أنا مرتاح فيها القصة اللي أنا شاعرها وحابب أحكيها طيب سوري أمين تعقيبا على هيدا الموضوع هل بتلاقي إنه في حواجز لتمويل الفيلم بالسيناريو أنت عم تكتب السيناريو يعني بتقول إنه أنا أسعم بكتب هيدا السيناريو ممكن ما يتم تمويله من العالم العربي هل في مثل إذا فينا نقول قواعد أو نقاط معينة لازم تكون موجودة بالأفلام ليتم تمويلها أو في إشياء المخرجين على تمويل من المؤسسات العربية أعرف إذا وضح عليك هل في قيود يعني أكيد في قيود يعني عشان أكون صريح معاك أنا بالنسبة لفيلم إن شاء الله ولد ما لقيت أي قيود بالنسبة للموضوع أو أي جهة دائمة طلبت إنه تغير تفصيله حتى لو كانت صغيرة بالسيناريو لكن في طبعا مواضيع لازالت تعتبر محرمات ومش ممكن تتناقش يعني إذا هلأ منعددها ممكن الحلقة ما تنبس مثلا فأكيد في مواضيع معينة لسه إحنا لسه إحنا مش مجاهزين نحكي فيها ليه وصل أحراي تبث أكيد هذا مجيوش مشكلة الفرق الوحيد أنه تبس يفهم منه هو هالجيل هذا جديد ما وفهم حت شيء من الدنيا يعني هالجملة دي ما نسمعوها نحنا كأنه ما معنىش الحق نعمل ونحنا أفكار مختلفة ربما نسمعوها أمجد موجودة في مجتمعاتنا من ناس حتى بعيدة عن مجال السينما فمبلك كي تسمع هالكلام يكون من ناس هي معنى من نفس من مجال أو وعندها خبرة فيه مظبوط أنا ساري بس ما فهمت السؤال لا هو مش سؤال هو تعليق هو مش سؤال هو تعقيب مش سؤال هو تعقيب مقيد مقيدين دائما مقيدين أنا فعليا مش نشيط كثير على السوشال ميديا فأنا موضوع التعليقات و إيش الناس تكتب مش كثير بتبع له أو حتى بفهمه يعني ممكن أنه أنا مبين عليه صغير بس أنا من جيل ما بعد السوشال ميديا شوي سؤال الأخير اليوم الفيلم عم ينعرض ببلدك من بعد ما نعرض ببلدين عديدة قدي الرهبة أكبر وقدي الخوف من هيدا اللي عم يحكي عنه أمين صراع الأجيال ونخصصا نحن بنعرف أنه المجتمع الأردني هو مجتمع محافظ ومجتمع كمان مختلف تماما عن المجتمعات اللي نعرض فيها المهرجين الأوروبية شوفي ما تتخيلي كم السعادة والفخر اللي أنا فيه إنه وأخيرا فيلم الأول رح ينعرض ببلدي ورح ينزل على دور العرض السينمائية في بلدي في الأردن وفي العالم العربي ومشارك بالمسابقة الرسمية في مهرجان عمان السينمائي مهرجان بلدي سعيد جدا هاي السعادة طبعا ممزوجة بالخوف والرهبة لأنه هو الفيلم راجع على أهله لكن أنا بالنسبة لي السينما هي أداة لتحفيز المشاهد لأنه يفكر وهو مكان لطرح الأسئلة أنا بأمن أنه الفيلم يبدأ عندما تبدأ أسماء النهاية بظهور والناس تغادر لصالة السينما وتأخذ مواضيع الفيلم للبيت للكوفي شوب وتبدأ تبلش تناقش وتتحدث عن هاي المواضيع الحوار هو وهو الهدف الرئيسي من عملي لأي فيلم الحوار الصحي الناتج عن التفكير الناتج عن المشاعر اللي طلع فيها المشاهد من الفيلم فأنا صحيح نعم المجتمع الأردني مجتمع محافظ وإحنا من خلال الكتابة من خلال التصوير أعتقد أنه احنا احترمنا طبيعة الشعب الأردني المحافظ والشعب العربي المحافظ وبعتمد على أنه الشعب الأردني شعب ذكي شعب مثقف شعب قادر يشوف الفن ويتذوقه فأتمنى أنه يلاقي إعجاب الإعجاب الناس أولا وأجن يحثهم على التفكير وهذا اللي نتمنى جميل جدا ونحنا كمان ونشاء الله رح شاركه بالردود الفعل إن شاء الله ربي وفقك وهاي ماري تاريس لو تشاركك بالردود الفعل رح لقيك على الأردن ونتابع الفيلم إن شاء الله بقدر تربي بمعناها إن تكونوا مع بعضكم صوروا لي بحقنا عمي إن شاء الله بقدر تربي شكرا يا أمجاد وكلتوا فيه وإن شاء الله بختم المهرجين كمان ضم جائزة جديدة لرصيد هالفين إن شاء الله كل توفيق ليك حتى في مشاريعك السينمائية المقبلة يا أمجاد يعطيك الساحة شكرا لحضورك معنا اليوم ساعدنا جدا إنو كنتم معنا في حديثنا السينما اللي مشوق ديما يكون في بودكاست سينما سينما هالحديث الياخون البرشة مواضيع انتليقا من السينما طبعا شكرا لك مرة أخرى أمجاد رشيد المخرج الأردني شكرا جزيلا يعيشك الله يخليكم شكرا لكم وشكرا على استضافتكم شكرا أهلا وسهلا تنورنا أكيد ونحن ديما موجودين هنا باش نتنخص في كل المواضيع بسكاست سينما سينما المختلفة وكل واحد وأرى وبطبيعة الحال دي ما رأي مختلفة على رأي ماري تاريز سأشتغ إلى ماري تاريز رح ترقام بودكاست بليك الأسبوع المقبل استمتع بالمهرجين ماري تاريز وأنا هاني تتقامني كالعادة موجود معكم بودكاست سينما سينما أكيد ديما موجود من دونك أمين أكيد عيشك ماري تاريز أبدا الحوارات السينماية من دونك مش ممتع أردا أنت مش كون عندك بودكاست وحدك وأنا بودكاست وحد ولنكتشف مساهدين صوتوا من هو الأحسن في البودكاست تعليقات وأجوة يلا نلقاكم كل عادة إن شاء الله الأسبوع القادم على يوتيوب العربي 2 وبودكاست سينما سينما باي 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 إلى اللقاء